رامي ربيع ومحمد هاني كنت عايز تتكلم عنه رامي ربيع ومحمد هاني من أكتر اللعيبة في الجيل الحالي اللي دايماً بيواجهوا انتقادات كبيرة جداً جداً لكن بشوفهم في بطولة أفريقيا تحديداً النسخة الحالية لو أنا أصنف أفضل ثلاث لعيبة في النادي الأهل أو أكثرهم سباتاً في المستوى لفترة طويلة في البطولة هي بطولة مصطفى شبير طبعاً بلا شك رقم واحد بعدها هيكون بالنسبة لي محمد هاني ورامي ربيع لأن الأهل لعب بطولة دفاعية كبيرة جداً جداً يعني لو صنفنا البطولة دي للنادي الأهل هي بطولة تفوق دفاعي كبيرة جداً جداً كان الرهام فيها على رامي ربيع ومحمد هاني دايماً الفرق كانت واغدل لانطباعة النادي الأهل أنه هتقدر تختارك النادي الأهل من ناحية محمد هاني بسبب أنه في المواجهات المباشرة مش أفضل حاجة بسبب أن بيرسي تاو أوقات بيكون كسول شوية في النوع يرجع إزاي في التغطية الدفاعية وده حصل في مباراة مازمبي تحديدا في الكونغو لدرجة أن مدارب مازمبي كان بيلعب بثلاث لعيبة على محمد هاني ناحية محمد هاني ورامي ربيعة كان هو اللي بيروح يغطي مع محمد هاني مع ده كله محمد هاني ورامي ربيعة الاثنين هم في سوفا سكور اللي هو المفروض موقع إحصائيات كبير هما تاني وتالت أعلى لعيبة تقييم في البطولة للنادي الأهلي أرقامهم الدفاعية أرقام كويسة جدا جدا مع النادي الأهلي في البطولة مشوفوا أنهم يستحقوا ياخدوا تقدير كبير جدا في ظل التفوق الدفاع للنادي الأهلي في البطولة زي ما احنا شايفين معنا أرقام رامي ربيعة شارك فيه 8 مباريات خرج بشباك نظيفة في يوم طبعا هو فرض من أفراد الدفاع بيحسب ليه دوا كتفوق ليه لما نجي نبص القطع الكرات أو الانترسيبشن 2.5 هو الأعلى ما بين اللاعبين تشتيت الكرة 4.1 من 10 هو الأعلى بين اللاعب النادي الأهلي والتدخلات السنائية 1.8 من 10 وتالت أعلى لعب في النادي الأهلي لما نروح لأرقام محمد هاني بعد كده المحمد هاني برضو 10 مباريات كلينشيت من المباريات اللي شارك فيها قطع الكرات بيقطع كرة واحدة فيه المباراة هو السادس التشتيت 2.9 من 10 وهو الرابع وتدخلات سنائية 1.7 من 10 وهو الرابع أرقام كبيرة جدا من الاتنين اللاعبة أختصتهم هم بالذكر طبعا دايما بمحمد عبد المنعم علي معلول بياخدوا إشهادات كبيرة من الجمهير دايما رام الربيعة محمد عبد الهاني بيبقى فيه انتقادات كبيرة محمد هاني شفنا البطولة دي أنا بشوفهم من نجوم البطولة سبات كبير جدا جدا في المستوى لدرجة أن أنا ممكن أختلف في مبارح حتى في اختيار أكرم طوفين رجل مباركة واشوف محمد هاني هو أفضل لعب في المباركة